كل بني آدم خش الفن أو كل فنان خش فن فقط لأنه يحب الفن هو ما يعرفش يمثل أو ما يعرفش غني أو ما يعرفش دير أي شئ هو هيك هيزيد ينزل مستوى الفن في ليبيا أكثر ما هو أصلاً نازل أكيد يعني ضروري ما تتعلمي قبل أعطي لي تخشي يعني عادي ريهان شن أخبارك مع السوشيال ميديا؟ هل أنت متفاعلة في السوشيال ميديا؟ هل عندك حسابات؟ أكيد عندي حسابات لكن ليس متفاعلة هل بسرعة؟ كيف سابت بعد التفاعل؟ إنها هيك يعني السوشيال ميديا الحاجات هذه ليس ميلت لها هلبة مع أنه هو في مجال اللي كنت تخدمي فيه قبل كمودلينج أنت محتاج تكوني أنت متفاعلة في السوشيال ميديا باش تحصل خدمة أكيد يعني كما قلت لك يعني قبل ما كنتش موديل لفترة يعني هم ثلاثة شهور وبعتهاي خشت في مجال الفن بس حتى مجال الفني يحتاج أنك تكوني متفاعلة في السوشيال ميديا إن شاء الله حتبدي تعرفي أنت بعدين عيوبك وأخطائك وحتتتقابل الإنتقادات وحتتتعودي على المجال أكيد يعني ما زالها وجدتل قاعدة في البدايات يعني إن شاء الله نتفاعل ونكونوا مشهوري الحاجة الحلوة فيك ريهان أنك أنت فعليا جدا جدا مؤمنة بنفسك ومؤمنة بموهبتك وحب التمثيل وزي ما عرفنا أنك أنت جاتي من عائلة أساسا هي عائلة فنية بالنسبة لي ولدتك من هي يعني ما شاء الله كانت تخدم في مسرح هل هي دعماتك؟ أبوك دعمك؟ أجعوب؟ أول ما دعموني في الشي هذا سواء ماما سواء بابا سواء أختي يعني هم اللي كانوا صراحة قضوة لي لأنني زدت شجعت وخشيت فيها أوكي ما أن حتى تحس إن مرات حتى تبدأ مثلا تكون فنان جاي من عائلة فنية لكن يكونوا أهلا رفضين هم دخول المجال الفني صح فيها البلاء أنا صراحة أهلي هم اللي زدوا شجعوني وزدوا وقفوا معي